اليومين اللي فاتوا حالة من الغضب تتزايد داخل المجتمع الإسرائيلي بشكل كبير احتجاجات وهجوم شديد من الصحافة الإسرائيلية بعد قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومة نيتنياهو بعودة الحرب من جديد بعد هدنة استمرت لسبعة أيام عنوين الصحف والمنشتات وصفت هذه الحرب بأنها حرب مثقلة بالدماء وأن نتائجها ستكون فشلة خلينا نقرب أكتر فيما يحدث هذه الأيام بخصوص الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة معضفنا للنواردة في ستوديو سبع الخير يا مصر الدكتور محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر سبع الخير يا رحضيك يا فندم سبع الخير يا مصر يعني الحياة ما يحدث الآن في قطاع غزة يمكن على مدار 60 يوم شهرين احنا كل يوم فعلا بنقول تصعيد وأحداث غير مسبوكة تصعيد وأحداث غير مسبوكة وكل يوم يبقى فيه تصعيد أكتر من اللي قبله ويبقى فيه إدانات عالمية ولكن قوات الاحتلال مستمرة فيما تقوم به على جانب آخر في الداخل الإسرائيلي يا فندم فيه ضغط كبير جدا من الداخل الإسرائيلي إن كان تجاه إعادة الحرب مرة تانية أو استقناف الحرب مرة تانية أو حتى إعادة الرهائن حالة الضغط والغليان في الداخل الإسرائيلي وحدثتنا عنها بشكل أكبر يعني خلينا أقول لحضرك أنه فيه متغير حصل بعد يعني بدأ من قبل الهدنة يمكن كان ليه دور كبير جدا فيه إحداث الهدنة أنه فيه متغير مهم جدا عند الشعب الإسرائيلي بات يدرك أنه الحرب اللي دخلتها حكومة نتنياهو هذه الحرب لن تؤتي بحالة استقرار أو أمن حقيقي بالنسبة للشعب الإسرائيلي لن تحقق ما تحدث عنه رئيس الحكومة الإسرائيلية من أنه الحرب ضد حماس ستمنح إسرائيل مزيد من الأمن والاستقرار بالعكس فيه مزيد من الدماء فيه مزيد من عدم الاستقرار فيه ضغط اقتصادي شديد جدا حاصل دلوقتي على المواطن الإسرائيلي ويمكن ده سبب من الأسباب اللي النهاردة بنشوف عدد كبير جدا من صحف الإسرائيلية بدأت تتحدث عن الأزمة الاقتصادية التي توجهها الحكومة الإسرائيلية تتحدث أيضا عن عدد القتلى في جانب الجيش الإسرائيلي ويمكن ده إذا قورن به عدد الشهداء طبعا الفارغ كبير جدا بالنسبة لعدد الشهداء الفلسطينيين ولكن احنا بنقول أنه التحرك الداخلي ده هو أحد أوراق الضغط ولكن ما حدث ويمكن ده شفناه في المبارح وأول المبارح لما بدأت النيابة تتحرك بشكل واضح ضد رئيس الوزراء الإسرائيل وتحرك القضية التي كانت قبل كده توقفت الثلاث قضايا التي يواجه رئيس الوزراء فيها عدد من الاتهامات من ضمنها الرشوة وغيرها من الاتهامات التي موجودة في القضايا الثلاث التي متهم بها رئيس الوزراء الإسرائيل التحرك ده إن كان نحن نشوفه ده تحرك إيجابي ولكن نحن نكلم على التحرك الوضع على الأرض الوضع على الأرض يمكن زي ما حضراتك وذكرته أنه الوضع بيزداد مأساوية المجتمع الدولي يتحدث دائما عن رفض استمرار القتال ولكن في النهاية المجتمع الدولي ما زال هو الدائم الرئيسي للحكومة الإسرائيلية وده اللي يخلي الحكومة قادرة على أن تواصل المسيح هذه النقطة تحديدا عفوا المؤاطعة دكتور محمد حضرتك ذكرت متغير هو المتغير الداخل المجتمع الإسرائيلي هل ممكن نقول أنه فيه متغير آخر أيضا هو المتغير الخارج يعني بعد مرور 60 يوم بدأ التأييد أو الدعم الدولي والعالمي لإسرائيل يتقلص يوم بعد يوم نشوف بعض التصريحات بتخرج من البيت الأبيض بعض عواصم صنع القرار حتى الأوروبية بدأت تقلل من دعمها لإسرائيل هل ده متغير ممكن يساعد في الضغط أكتر على إسرائيل بعد مرور شهرين من الحرب؟ نتمنى أنه يزداد تأثير لأنه التأثير الواقعي حتى كان آخر تصريح لبيت الأبيض يتحدث عن منع حصول بعض المستوطنين على تأشيرات للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية وده رسالة خصوصا لتورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين وده رسالة مهمة جدا للداخل الإسرائيلي ولكن هل التصريحات أو التحركات مؤثرة بشكل حقيقي؟ نحن نرى أنه على أرض الواقع غير مؤثرة ليه غير مؤثرة؟ لأنه نحن في عمليات ضغط نرى أنها نهاردة تالت يوم عمليات ضغط شديد جدا على منطقة خان يونس وجباليا والضغط للدفع بأكتر من ستمائة ألف مواطن فلسطيني باتجاه رفح الفلسطينية يعني نتكلم على أنه رفح سيبقى فيها تقريبا حوالي مليون ونص فلسطيني ده عدد يفوق قدرتها على استعابه ده بالإضافة لأنه أصلا رفح كمان بتعاني بشكل كبير جدا من الوضع الصحي بتعاني من الخدمات بتعاني من أزمات كثيرة جدا هيضاف عليها هذا العدد فهيزيد معاناتها ويمكن ده إيه اللي من نظام الصحة العالمية حذرت منه فإذا التحركات الدولية احنا شايفين آه فيه تغير فيه التصريحات ولكن تأثير التصريحات على أرض الواقع هو اللي احنا لسه لم نلمسه احنا يعني حذرنا كتير جدا ويمكن دولة المصرية بالزات حذرت كتير جدا من أنه صناعة قنبلة موقوطة في الشرق الأوسط بهذا الشكل قد تنفجر في وجه الجميع وليس في وجه المنطقة فقط فدي برضو نقطة مهمة جدا كان فيه تباحث بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين عن هدوء في الشرق الأوسط لكن الولايات المتحدة هي من لديها أوراق الضغط الحقيقية والفاعلة في القضية دي بالزات هل هي بتمارسها؟ احنا بنشوف تصريحات ولكن بنشوف على أرض الواقع وضع مختلف استمرار الجيش الإسرائيلي في ممارسة استخدام القوة وهو لا يدرك نقطة مهمة جدا يمكن دي متغير برضو من المتغيرات في المعركة الخاصة الدائرة في الأراضي المحتلة وهي أن الأرض دايما بتدافع مع أصحابها تحارب مع أهلها طبعا لأن أصحاب الأرض هم دايما لليهم الغلبة الجيش الإسرائيلي إذا كان يتحدث عن صناعة عملية اجتياح شامل هو لا يدرك أن دخول المدن الخروج منها صعب جدا حتى مع تقسيمه القطاع إلى مجموعة مربعات بتم اجتياحها ولكن لن يستطيع أن يقضي على الدولة الفلسطينية من هذه المنطقة طبعا حتى لو نظرنا لصحف الإسرائيلية حتى صحف الإسرائيلية الآن تهاجم الحكومة الإسرائيلية وتحديدا بنيمين نتانياهو وتتحدث عن أن دخل الحرب هي غير محسوبة ومزعومة وأيضا يمكن صحيفة كمان هؤرتس الإسرائيلي أدانة قرار جيش الاحتلال والحكومة بعودة الحرب مرة تانية بعد الهدنة التي استمرت سبع أيام على جانب آخر أيضا بني جانس تحدث أنه يجب على نتانياهو أن يتنحى وأن يستقيل في ضغط كبير جدا على حكومة نتانياهو في خلاف حتى يمكن في حكومة الحرب الموجودة دلوقتي هذا الضغط لأي مدى يمكن أن يؤثر على الوضع في قطاع غزة خلينا بس في النقطة دي نوضح نقطة مهمة جدا أنه ليست كل الصحافة الإسرائيلية بتنهج نفس المنهج لأنه إحنا شفنا إذا كانت هؤرتس بتهاجم الحكومة الإسرائيلية ولأنه برضو البعض في نقطة مهمة جدا في الصحافة الإسرائيلية في عدد من الصحف الإسرائيلية ليها ولاءات وبناء على ولاءاتها بتتحرك هؤرتس لما تحدثت عن أن ما يحدث في القطاع والحرب التي تدار ليست من صالح إسرائيل بنشوف صحف أخرى زي تايم أوف إسرائيل بتتكلم على دعم الحكومة الإسرائيلية وغيرها ولكن هنا بس نقطة عايزين نتوقف عن دعم استقالة المسؤول عن منح ترخيص السلاح في الحكومة الإسرائيلية دي نقطة للمدنيين خصوصا أنه التوسع في منح الترخيص للمدنيين دي كانت نقطة خطيرة جدا خصوصا أن التصريح بتأتي بدون بيانات النقطة التانية أنه الوضع نفسه العام بالنسبة للمواطن الإسرائيلي هو بات يدرك أن هذه المعركة اللي قدرتها الحكومة الإسرائيلية لم تدرها لصالح الشعب الإسرائيلي إنما قدرتها لصالح الحكومة نفسها وخاصة رئيس الحكومة وبعض المعاونين معها لحفاظ عليهم دي نقطة برضو نقدر نبني عليها وممكن ودي برضو من النقاط اللي يمكن حتى الجماعات اليهودية في الخارج بدأت تتحدث عنها وبدأت تضغط فيها كمان ويبقى نشوف فيه مظاهرات في الخارج ضد الحكومة الإسرائيلية من قبل اليهود اللي موجودين في الخارج ولكن كل المتغيرات دي وهذه الحالة من الزخم الإعلامي اللي حصلة حواليه الأوضاع اللي موجودة في القطاع هل هي هتؤثر على وقف نزيف الدم الفلسطيني؟ هل هي هتؤثر على وقف المعركة؟ أنا شايف أن التحركات الخاصة بجيش الاحتلال الإسرائيلي متجهة اتجاه آخر تماما وهو الحديث عن سيناريوهات أخرى للمنطقة بديلة عن السيناريوهات التي طرحت من قبل ثم تم إجهاضها والتحرك على سيناريو آخر مختلف تماما عن ما تم كشفه فعايزة توقف مع حضرتك عند مقال نشرته صحيفة هارتس لصحفي هو جدعون ليفي تحدث أوقال هذا الصحفي أنه بعودة الحرب سيعود أطفال غزة للموت مرة أخرى في الطرقات والأراضي الفلسطينية هل هناك بعض الأصوات يعني إنجاز لنا التعبير مثلا أصوات إنسانية ما هل يمكن نراهن على بعض الضمائر الحية داخل هذا المجتمع لأنه في أصوات ممكن أن توقف الحرب في أصوات للحكمة أو أصوات ضعية للسلام أو بعض الصحفيين اللي يكون لهم رؤية مختلفة ممكن الرهان على هذه المساحة دكتور أمين ممكن الأصوات المعتدلة يبقى ليها تأثير على الأرض وممكن يبقى ليها تواجد على الأرض ولكن في المعركة الحالية التأثير الأساسي فيه من يمتلك أوراق الضغط الفعلية لأنه نحن نواجه آلة حرب غاشمة آلة حرب لا تتوقف آلة حرب عودتها نفسها لما شفنا حتى التصريح المستفز بشكل كبير ويمكن ردت عليه بعض الدول حديث الإسرائيل عن أن الشباك سيستهدف قادة حماس خارج حدود الدول ده نقل للمعركة ونقل المعركة ده نقل خطير جدا دي نقلة خطيرة جدا والتصريح بيها تصريح خطير جدا كبير يستهدف دول معينة معروفة يعني وهو حدد الدول كمان هو كمان في التصريح حدد الدول إذن إسرائيل بتحركها أو الحكومة الإسرائيلية بتحركها في هذا المسلك وحديث الداخل عن أنه لابد من وقف آلة الحرب بخلينا نقول أنه اللي يحسم الأمر هي القوة التي لديها القدرة على السيطرة على هذه الحكومة التي يعني تعقد مجموعة من اللقاءات الخارجية تحصل فيها على دعم لاستمرار آلة الحرب ضد الفلسطينيين لأنه هذه القوة إذا لم تدرك خطورة استمرار التحرك في هذا الاتجاه ستجد أن المنطقة بالكامل ستشتعل وستمثل جميع يعني لأنه فيه كلام عنه أنه فيه مهاجرين قد يصلوا إلى الدول أوروبية يدفع بيهم إلى أوروبا ده سيناريو من ضمن السيناريوهات وده خطر كبير جدا هيهد الدول لاتحاد الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي مدرك ذلك الحديث عن أنه أطفال غزة بيعودوا إلى الموت ولكن أطفال غزة أيضا سيكونوا مدافعين عن هذه الأرحة أنت لا تخلق يجب أن تدرك إسرائيل أنها بهذه الحرب لا تخلق استقرار إنما تخلق مجموعة ضخمة جدا ممن لديها إرث من العداء لهذا العدو إذا كان جيش الاحتلال يبحث عن أمن واستقرار لدولة إسرائيل فعليه أن يوقف هذه الآلة وأن الحكومة تحدث عملية سلام حقيقية على الأرض ويمكن هذا الصوت هو الذي يجب أن تسمعه الحكومة ويمكن الأصوات التي تتحدث داخل وسائل الإعلام الإسرائيلية أو بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عشان نبقى أكثر دقة بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدث عن ضرورة أن يكون هناك وقفة مع صوت العقل إعادة الوضع إلى نصابه الطبيعي وإعادة عملية السلام والحديث عن عملية السلام بشكل حقيقي دي الأصوات اللي ممكن نبني عليها ولكن محتاجين ضغط قوي من القوة الكبرى للسيطرة على قوة أو تحركات الجيش الإسرائيلي لأننا كل يوم نسمع عن قوة الجيش الإسرائيلي وتقابلها عمليات بتقوم بيها حماس دفاعاً على الأرض وده طبيعي دكتور محمد برضو عامل آخر من عوامل الضغط هي أسر الرهائن نعم أسر الرهائن خاصة بعد ما تم بالفعل التحرير البعض منهم فباقي الأسر في حماس وفي أمل أكبر أن يقدروا يرجعوا أولادهم مرة أخرى أو باقي أسرهم مرة أخرى ولكن نرى حتى تعامل قوات الاحتلال مختلف بشكل كبير وحتى في وقت أو في اجتماع من الاجتماعات كانوا ضغطوا على بنيمين نتنياهو عشان يقطع وعد لهم أنه ليس ينتهج ببروتوكول هانيبال أو ما إلى ذلك على جانب آخر شايفين أن الحكومة الإسرائيلية تتحدث عن ضغق المياه لهدم الأنفاق الصورة دي معناها إيه؟ شوفي يمكن في جزء في التصريحات التي تصرح بيها دايما سواء كان جيش أو الحكومة التصريحات يمكن تستهدف البروباجندة من ضمنها على سبيل المثال هو أنه هيقوم بعملية ضغق المياه داخل الأنفاق هو أيضا الحديث حتى عن شبكة الأنفاق حديث غير دقيق لسبب لأنه لو هو يمتلك خريطة زي ما هو بيتحدث أو جيش الدفاع بيتحدث عن أنه يمتلك خريطة كاملة للأنفاق داخل القطاع كان يستطيع أن يفعل ذلك ويقوم بإغراق الأنفاق ولكن هو حديث لدغدغة المشاعر داخل الشارع الإسرائيلي الذي بدأ يشعر بقلق شديد جدا من أن الحرب دي لم تعيد أبنائنا اللي تم احتجازهم لدى حماس دي نقطة نقطة تانية الأسر المحتجزين لدى حماس هل الوعود اللي وعدت بيها الحكومة الإسرائيلية أوفت بيها الحكومة الإسرائيلية لم توفي حتى باستمرار الهدنة للتوصل إلى تبادل لهؤلاء الرهائن إذن الحكومة الإسرائيلية تستخدم هؤلاء الرهائن كزريعة لاستمرار الحرب حتى يمكن الحديث الخاص بيه المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي لما تحدث عن أنه هنستمر علشان خلاص بدأنا نصل إلى مواقع التواجد الرهائن ده برضو بيدول على أنه إسرائيل بتخسر أيضا هذه المعاقة الحديث المستمر من قبل جيش الدفاع عن أنه قادر على الوصول إلى الرهائن إذا كان قادر على الوصول إلى الرهائن كان وصل لها رغم أنه قام بعملية إبادة كاملة ويمكن من شمال قطاع الجنوب دي في حرب المدن أمر صعب جدا تخطت الأرض المحروقة يعني ما حدث وتخطت الأرض المحروقة هذا التحرك بيدول على أنه جيش الدفاع ليس لديه معلومات حقيقية ليس لديه القدرة على الوصول إلى الرهائن كان عليه أن يكون صادق مع الشعب الإسرائيلي وأن تستمر عملية الهدنة للوصول إلى التبادل الأسرى وتبادل الرهائن علشان نصل إلى حالة استقرار ولكن يبدو أنه الحكومة الإسرائيلية هدفها الأساسي أنه هي تستمر في الحرب لإنقاذ رئيس الحكومة وضحت الفكرة طبعا بنشكر حضر الجزيل شكر دكتور محمد أمين رئيس تحرير مجالة أكتوبر شكرا كيف أننا بقى كل هذه التحركات شكرا حركة شكرا